متابعين الكرام متعة وإثارة هنا في هذه الأمسية في سن اللقاء الخاص بأبناء القبائل على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة شوطن السادس والخاص بالجعدان المهجنات الأصائل رصدت سيارة فاخرة نيسان بتروليشتيشن للفايزي بالمركز الأول على بركة الله وتوفيق نسير مع هذه الأسماء ننطلق مع هذه الشعارات القوية والعملاقة المشاركة في هذا المساء الرايع نسير مشاهدين العزاء لناقض الصدارة والمقدمة والمركز الأول من خلال هذه المنافسة القوية هنا وأيضا للإثارة القوية مباشرة إلى صغان لسعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسيات على المركز الأول بينما في المركز الثاني الأسد الدودة بن سالمين بن كاردوس العامري هو من خد المركز الثاني المركز الثالث حدث لعبد الله بن جار الله بن علي على النابت المري بدأ يتدخل ليأخذ بساط المركز الثالث المركز الرابع الوصول من اللي هو وصل بهذه اللحظات صغان سعد بن علي الرفاد الفهدة المري وصل هنا ليقدم هذا الاسم مشاهدين العزاء متابعين الكرام بينما هنا اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات الوصول أيضا والتحدي من متعب علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري وهنا وصل أيضا القادم الذكي لصالح بن خادم بن صالح الزرعي بدأ يتدخل مشاهدين العزاء ليأخذ بساط المركز السادس المركز السابع ضبيان لرياض بن عبد الله بن سالم الخلبان القحطاني أيضا بدأ يدخل من الأسماء القوية وهنا الواصل هنا الواصل مشهور لبخيت بن حمد بالعود العامري تدخل في هذه اللحظات على المركز الثامن المركز التاسع شاهين عبد الله بن عمبر بالذويب العامري والمركز العاشر اللي وصل هنا مايهاب خليفة بن نصيب بخليفة الخيالي هذه هي النتيجة هذه هي الأسماء القوية والعملاقة العودة إلى صدارة العودة إلى المركز الأول من ياتي على صدارة الأولى الأسد للدودة بسالمين بكردوس العامري المركز الثاني حامل الرقم خمسين وصل الذهب عبد الله بن صالح الجاري الاكتبي من يتواجد على المركز الثاني يقدم هذا الاسم ينطلق مشاهدين العزاء على ثاني المركز بينما اللي في المركز الثالث صغالي سعد بن علي الرفاد الفهيدة المري وصل خذ بساطة المركز الثالث أحلوة المنافسة بدأت الأسماء القوية هنا بأيضا الدخول مع لافتة الاثنين كيلومترات الوصول من الذكي وصل الذكي في الميدان الذكي صالح بن غادم بصالح الزرع اللي وصل في هذه اللحظات بدأ يتدخل مشاهدين العزاء متابعين الكرام الوصول أيضا من الاسم القادم وصل متعب علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري هكذا النتيجة هكذا الأسماء هكذا الدخول شوفوا التغييرات هنا سلاب راشد بن حزان بن راشد بن عبدالله وصل هنا ليقدم هذا الاسم الاسماء القادمة تبحث عن السيارة الباخرة تبحث عن الفوزي والانتصار أعود إلى الصدارة الأولى أعود إلى الأسد الدودة بن سالمين بن كردوس العامري على المركز الأول يو السلوم يا بن كردوس روح روح وصلت الاسماء بدأ يختلط حابلها بنابلها هنا مع الألف والأربعمائة متر الوصول من شعار أيضا راشد بن حزان بن راشد بن عبدالله القرح مع سلاب بدأ يسلم المركز الأول بدأ يتدخل مشاهدين العزاء متابعين الكرام من خلال هذا الاندفاع الكبير والتحديات المثيرة الوصول هنا من الاسم القادم وصل صغان سعد بن علي الرفادة ألف هيدا المري تدخل الاسم القادم وصل شاهين علي بن محمد البحري النوبي العامري هذه هي النتيجة ولا كشوفوا اللي خذ الزاوية اليمنى من الجانب الآخر خذ المركز الثالث هنا أيضا متعب لعلي بن سليم بن علي بن سعيد العامري الوصول مشاهدين العزاء والانطلاق ولكن هنا ضيفنا القادم من ميدان التحدي على المركز الأول سلاب 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 بدأ أيضا يسلم المركز الأول ياتي راشد بن حزان بن راشد بن عبدالله القرح ولوكن يوسلوم يوسلوم وصل الابرنس وصل الابرنس ليقدم أيضا شعشاع جار الله بن طالب بن عقيل المري وصل وصل وسلاب في رصيد السيارة هنا يبحث عن السيارة الأخرى ياتي مشاهدين العزاء ليقدم هذا الاسم وصل الابرنس على المركز الثاني ليقدم أيضا شعشاع الأربعمائة متر الأخيرة جولة الأوامر النهائية شوفوا من القادم هنا وصل في هذه اللحظات شديد لبطي بن محمد بن حزام من انديله المري ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المركز الأول سلاب وشعشاع سلاب وشعشاع شعشاع وسلاب شعشاع بدأ لابرنس بنجمته البيضاء التي بداخلها مليون ناموز سلام إلى لابرنس سلام سلام جار الله بن طالب من عقيل المري على هذا الفوز والانتصار سلام إلى الريان سلام إلى قطر سلام إلى الشحانية المركز الثاني وصل فيه سلاب راجل بن حزام بن راجل عبدالله القرح المركز الثالث وصل اللي هو شديد مطي بن حزام بن انديله المركز الرابع ضاري جار الله بن محمد طالب من عقيل المري المركز الخامس وصل صغان سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي هكذا النتيجة هكذا الأسماء هكذا الدخول هكذا العادة أيضا من المكرج لحظات التوقيت الزمني شع شع جار الله بن محمد بن طالب عقيل المري سبع دقائق واحد ثلاثين ثانية خمسة ثلاثين ثانية ثانين وناموس المركز الثاني المركز الثاني أيضا وصل في سلاب قدم راشد بن حزان بن راشد بن عبدالله القرح هذا الفوز والانتصار بسبع دقائق ثلاثين ثلاثين ثانية ستة أجزاء ثانية ثانين والناموس بينما الاحتل المركز الثالث كان شديد لبطي بن محمد بن حزان بن ديلا المري ثانين لوناموس على الفوز والانتصار سبع دقائق ثلاثين ثانية جزاء واحدة من الثانية تهانين والناموس للجميع اشتركوا في القناة